حدثنا اقتصادي بامتياز مع حضراتكم لأننا هنتكلم النهاردة عن آلية واستراتيجية وخارطة طريق قادمة من خلال المؤتمر الاقتصادي المنتظر بالعاصمة الإدارية يوم 23 الشهر الجاري وحتى يوم 25 تجمع كبير جدا وساحة مفتوحة للخبراء في كل المجالات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار عشان تهيئة المناخ لبيئة استثمارية مواتية أمام الاستثمار وكان من الجميل جدا أن احنا نشوف رأس الدولة القيادة السياسية وهي بتتكلم أن احنا عندنا مشكلة في جذب الاستثمار محتاجين أن احنا نصارح نفسنا بهذه الأزمة ونضع الحلول عشان نيسر لنفسنا جذب المستثمر ونزلل لهم هذه العوائق تعالوا نقف عند العوائق ونقف عند الحلول المقترحة في الفترة القادمة وكيفية تطبقها لأنه من أهم العوامل أن احنا نضع حاجات تلامس الواقع عشان نقدر ان احنا نشوفها بتحقق على أرض الواقع في الفترة القادمة ضفي وضيف حضراتكم ومشاهدين كرام في تمانية الصبح دكتور محمد الكلاني أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عن شمس أهلا وسهلا بحضر أهلا بك فان دكتور محمد بداية كده مؤتمر الاقتصادي حدث يمكن احنا كلنا بننتظره خاصة ما له علاقة بما يحدث في العالم كله توترة الجيوسياسية وما خلفته من تدعيات ومن قبلها الأزمة الكورونية وهكذا فتدعيات كتيرة جدا لكن لابد لما هنتكلم على مناخ الاستثمار في مصر وجزب الاستثمار والاقتصاد المصري لازم نقف عند حالة الاقتصاد في بلدنا أخبارها إيه؟ مبدئيا اقتصاد المصري يعني بيمر بمجموعة من التحديات الكبيرة جدا وهذه التحديات بدأت منذ عام 2015 بدأت الحكومة بطرح برنامج إصلاح اقتصادي ومشينا شوية لحد عام 2018 كانت عندنا المؤشرات ممتازة جدا كان عندنا معدل بطل وصل إلى 7.5% كان 2014-2015 وما قبل ذلك 2012-2013 في فترة التوترات كان عندنا معدل بطالة وصل إلى 13-9 من 10 بدأنا نخش في المرحلة اللي هي بنقول عليها اللي هي كيف يمكن مواجهة الآزمات الدولية عن طريق اقتصاد أكثر صلابة يعني أزمة كورونا كانت أزمة غير متوقعة للعالم كله بدأت في بدايتها كأزمة صحية ثم تطورت إلى أزمة اقتصادية بدأت تخش على الملف الصحي ومن ثم بدأت الدول تعمل مخصصات المخصصات المالية اللي عاملها زي الصناعة زي التجارة مخصصات اللي عاملها للتحول للراكمة للزكاة الاصطناعة بدأت تحطها في ملف الصحة فحصل عجز في موازنات العالم كله وليس في دول بعينها وبالتالي هنا قدرة الاقتصاد على مواجهة هذه الأزمات يمكن قياسه بالمحددات اللي كانت الدولة حطاها كان عندنا معدل النمو فيه 2018-5 وستة من عشرة كان صندوق النجد مش متوقع نحن نصل في هذا التوقيت دخلت علينا كورونا في 2019 في الرابع الأخير تحديدا الدولة قدرت تواجهها بشكل أعمق وبشكل أسرع وبشكل أضاق حقيقة في هذا التوقيت 2020 كانت التحديات الكبرة جدا وهل الدولة هتفتح ولا هتقفل هنشتغل طيب عجلة الانتاج دخلنا في 2021 وبدأت عجلة الانتاج تشتغل بشكل كبير وفي هذا التوقيت ممكن أقول أن احنا مازلنا حتى تاريخ الاقتصاد المصري اقتصاد يعني يتمتع بالصلابة عنده نوع من المرونة بيحاقق نوع من التنافسية في معوقات وفي صعوبات صحيح بتواجه كل اقتصادات العالم لكنها مش ممكن تكون هو بس عشان التفسير المصطلح هو بيختلط على الناس ما بين المرونة والصلابة فيقول لك إزاي نجمع بين الاثنين دولف هو من الصلابة أن يكون مرن بالضبط مش كده؟ بالضبط ده حقيقة لأنه معلش المصطلحات الاقتصادية ساعد بمثابة التلاصم بالنسبة إحنا بنحاول قدر المصطلح إحنا نبص هو أكتر حاجة على الناس إنهم ما بيحبوشوا الاقتصاد بس هو شيء كويس إحنا بنحاول نقضه بشكل ثلث فبالتالي كل المعوقات اللي كانت مطروحة واللي مازالت مطروحة ليه كل دول العالم هي كيف يمكن جذب الإستثمارات كيف يمكن إدارة عاجلة الإنتاج بعد توقف سلاسل إمداد بشكل أعمق وشكل أسرع الأزمات الدولية أغلب الأزمات اللي عند الدول خاصة أن الدول النامية حاليا كلها أزمات مستوردة ليس للحكومات وليس ليه الاستراتيجيات اللي وضعها الدول زم في هذا التوقيت ارتفاع أسعار ارتفاع تضخم ارتفاع أسعار فائدة ده كله مطروح بشكل أعمق لأنه مستورد من الخارج وكل دول العالم احنا بنعترف أنه هو مستورد من الخارج لكن احنا الجميل أن بلدنا دلوقتي شايفة أن احنا محتاجين نعمل سياسة تعافي اقتصادية ودي مش لنا احنا ده للعالم كله فهنا بيتطلب حلول استثنائية وخارج الصندوق المتوقع أنه يطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي القادم من حلول لجذب الاستثمار بالنسبة له يعني رسم خارطة الطريق هتكون ملامحها ايه في رأيك؟ كلمة السير للمؤتمر الاقتصادي أو لأي مؤتمر بيعقد هو الصناعة الصناعة بالضبط لأنه بشكل أدق أنه توقف سلاسل إمداد ثم بعد ذلك بدأت الدول المصنعة بشكل أكبر أنها ترفع الفطورة الخاصة بيه العملات الانتاجية لديها وبالتالي ده عمل تكلفة إضافية على الدول فبدأت الدول تفكر ومنها مصر الحقيقة أن هي تعمل عملية انتاج بشكل أعمق تخش على مستهدفات صناعة ما كانتش مطروحة بشكل أكبر تبدأ النهاردة تعمل تعبئة للسوق المحلي في بعض المستلزمات وبعض الكطاعات الخدمية ويهي بعض الكطاعات زي التحوض الرقمي زي الصناعة زي التجارة ممكن أقطعك بسؤال ونرجع تاني من نفس النقطة حليجي ذكرت الصناعة على وجه الخصوص هنا برضو يعني بيثير داخلي سؤال مهم جدا أنا شايف أنه برضو في ملامح تحرك من الدولة من فترة طويلة جدا على الـ Productive Economy أو الاقتصاد الانتاجي وهو يتكون من الصناعة والزرعة والسياحة فهنا التركيز أكتر هيكون على الصناعة ولا على كل المجالات اللي هي محتاجة مننا تفاعل محتاجة مننا انتاج ليس الاعتماد على الاقتصاد الرعي ولكن الاعتماد على الاقتصاد الانتاجي اللي هو فيه تدخل مننا وإن إحنا بنقدر إن إحنا ندور عجلة الانتاج وننتج كل الكطاعات مطروحة وفيه كطاعات أكبر من كده كمان مطروحة بشكل كبير جدا على طولة المناقشة في المؤتمر الاقتصادي ولكن اللي بيحوز على النسبة الأكبر هو كيف يمكن تخفيض الفاتورة الاستراضية وزيادة حجم الفاتورة خارج مصر أو فتحة أسواق خارج مصر ده بيلخص الصناعة لأن إحنا محتاجين في هذا التوقيت ننمي الصناعة نشوف إيه المحافزات اللي ممكن النهاردة نديها لي الصناعة المصريين عايزين نشجع رواد الأعمال بشكل أعمق نعمل نوع من المبادرات الدولة الحياة في الفترة السابقة عملت مجموعة من المبادرات والحياة كان فيه تنصيق على أعلى مستوى مع البنك المركزي في طرح مبادرات 5% وفيما أقل وفيما أزيد للصناعة مبادرة حياة كريمة كانت أحد المبادرات للترجمة الحقيقية لهذه المبادرات لكن كلمة السر فيه المؤتمر الصناعة المعوقات أو الصعوبات أو المشكلات ده ما تروحها بشكل أعمق لأن المكونات الرئاسية للمؤتمر كلها بتجمع توليفها من المجتمع والحياة أنا عايز أشيد بي يعني الأطياف معلش قبلوا حركة كم من النقطة دي الأطياف اللي هتكون موجودة كل أطياف المجتمع ما تروح حتى يعني الخبراء خبراء اللي هم بيبلوا بدولهم في بعض المؤشرات وبعض التقارير يعني المؤتمر بيقول لهم اتفضلوا قلوا رؤيتكم في الاقتصاد المصري عشان نحق التنفسوني ونحق المرونة الخاصة بالاقتصاد المصري كل صناع القرار الاقتصادي في مصر كل صناع القرار الاجتماعي في مصر كل صناع اللي هي المؤسسات البحسية رجال الأعمال مجتمع الأعمال على فكرة فيه دون 500 ولا يتعدوا لا يتعدوا أنا أعتقد أنه يتعدوا لأنه طرح مؤتمر اقتصادي بهذا الحج وفي هذا التوقيت الحرج أنا أعتقد أنه هيبقى في نوع من الشمولية لأن توصيات المؤتمر مهمة جدا وتنفيذها ده الأهم يعني إذا صدرت مجموعة من التوصيات عشان كده إحنا دائما بنقول المؤتمر ده مش هيكون مكلمة هو عبارة عن إحنا نخرج بخارطة طريقة قابلة للتنفيذ صح وليس كلمات فقط أكاديمية غير وقعية لا ده إحنا بنقول أنه تعال حضرتك حرد لمشكلتك كمجتمع أعمال كمجتمع صناعة كمجتمع إنتاجي كمصدر كمستورد وإلي إيه مشكلتك اللي أنت محتاجها والنهاردة المجتمع المؤتمر بيجمع بين حاجتين مهمة جدا في صانع القرار الاقتصادي مع الأعمال مع الخبراء فده كله فيه توليفة واحدة فمن السهل النهاردة إنه ممكن النهاردة صانع القرار الاقتصادي يعدل من قراره حتى لو كانت تأخذه من خطرة أنا وما عايزة أتوقف ومشكو حكي لإثارة النقطة دي لأنه في بعض عارف المشاككين ودعاة الإحباط دايما يشككوا في كل حاجة حتى قبل المؤتمر لسه يتعمل يقولك طب ما هو الوزير هيبقى موجود طب ما هو مش عارف أي طب ما ده مؤتمر بتاع الحكومة طب ما هو طبيعي إنه يبقى فيه طرف ممثل موجود عشان يسمع ويتلقى التحديات والمعاوقات عشان يزللها قدام المستثمر ولا إيه ده حقيقة ده أنا عايزة أقول لحك على مكرنة يعني هي مش بالشكل النمط يعني في منتدى شباب العالم اللي كان مطروح كان بعض المشاككين يقولوا المنتدى هايخرج والتوصيات طب أحد التوصيات أنا ونسخة أنا ونسخة فيه نسخة كتيرة كلها النسخة دي كلها بترد على وجه التحديد نسخة 22 نسخة 22 كان المهم فيها أن هي تعمل موع من التوليفة مع مجتمع الأعمال مع تطور الزكاة الاصطناعي والتحول الرقم النهاردة بنشوفه في الواقع داك توصيات صدرة بالمكرنة بالمؤتمر الاقتصادي ده احنا بنقول النهاردة أنه مشكلاتك مشكلاتك الخاصة بالعملات التصدرية مشكلات الإنتاج مشكلات الإعمالة النهاردة هيبقى القرار متوازن لأنه صنع القرار الاقتصادي أنا بعمل نوع من الرقابة الشعبية كمان على المسؤولية الحكومية لأن أنا النهاردة باجلس في طاولة واحدة وبناقش السادة الوزير وبناقش المسؤول بقول له والله أنت عندك معوقات قرارك ده مش منعكس على السوق بشكل أوسع طب النهاردة هذا القرار بينعكس على البورصة بإيه فالنهاردة ممكن يكون صنع القرار الاقتصادي فيه بعض الخفاية الجانبية فيه أحد القرارات اللي بيصدرها فالنهاردة يحصل توضيح بشكل أعمق ممكن يتأكد أن قراره صحيح وزي كمان ما هم هيبقى ليهم طلبات كمستثمرين ورجال أعمال الحكومة كمان هيبقى ليها طلبات يعني بطو عشان يبقى فيه في الآخر تناغم عند نقطة الدقاء ده حقيقة لأنه المشاركة المجتمعية فيه القرار الاقتصادي مهمة في هذا التوقيت مظبوط لأنه توقيت صعب وإحنا محتاجين نعمل نوع من التوازن مع السوق العالمي النهاردة مصر فتحة فتحة أسواق كبيرة جدا خارج مصر السوق الأفريقي سوق عميك وكبير جدا الصين بيتنافسنا والأميرات المتحدة وألمانيا وكل دول العالم بتنافس في المحيط الأفريقي فالمحيط الأفريقي أولى لمصر إن هي النهاردة تغذوب العديد من الصناعات تغذوب العديد من المنتجات كل الأسواق الأوروبية النهاردة بدأت تفتح مع مصر العلامة المصرية النهاردة بتستحوز على رقم كبير جدا الصادرات المصرية النهاردة في بعض القطعات النوعية لما كناش النهاردة يعني ما كانش حد النهاردة يتوقع أن احنا نصل إليها الغاز الطبيعي النهاردة بنفتح أسواك خارج مصر حتى الخضر والفكهة يعني احنا بنتكلم يعني في ريكورد معمول ده نتحرك ختامن على الألسان ده عمي عندنا زيادة 14% في حجم الصدرات الزراعية في بعض القطاعات الانتاجية حجم الانتاج السمكي في مصر اللي كان عندنا عجز النهاردة عندنا اكتفاء ذاتي وبالتالي النهاردة فيه وده ترجط لمعظم القطاعات يعني بصراحة برصد للإنجازات اللي اتعملت بنية تحتية كانت أساس وعامل أساسي لدفع الاستثمار لكن وإحنا بنا دايما بنتكلم على المكاشفة اللي بيستخذها نهج سيادة الرئيس في التعاملات معنا دايما ودايما بيعرض كل المشاكل على الهواء معنا قال أنا غير راضي عن نسبة الاستثمار اللي موجودة تدينا بموضوع البنية التحتية تحييق مناخ الاستثمار محتاجين بقى المستثمر يجي أول نقطة المستثمر بتتوقع أن هو يطلبها أو رجل الأعمال يطلبها في المؤتمر تكون إيه؟ أغلب الطلبات اللي كان المستثمرين يعني أنا كتجربة شخصية لما كنا في مؤتمر استثمار أفريكا في شرم الشيك كان أحد المستثمرين الأجانب أو العرب بيقعد يتكلم وقل والله أنا بسمع بأن في حاج طرق مش مهمة هذا المناخ الاستثمار غير آمن عندكم التشريعات مش معدلة النهاردة كل الأليات اللي ممكن النهاردة مطروحة بشكل كبير جدا على صانع القرار المالي الاقتصادي العالمي زي صندوق النقد الدولي البنك الدولي مؤسسة فيتش كل المراكز البحثية العالمية النهاردة بدأت تبص على أنه كل المكونات الأساسية اللي جاز بالاستثمارات في مصر هي أمنة ومستقرة والوضع أمن جدا ومش هنخش في التفاصيل لأنها مطروحة بشكل أعمق لو يعني التقدت منك طرف الخيط الخاص بالقوانين والتشريعات عندنا أكبر قانونين على مستوى العالم وأقول لحضرتك أن فيهم محفزات وحوافز للإستثمار مش موجودة في أي قانون قانون الخاص بقانون استثمار موحد وتم تعديله على أكبر نمط عالمي وتكنولوجي ومحدث بأحدث المواد اللي ممكن النهاردة نقول للمستثمر اتفضل هذه الأرض مرفقة وهذه الأرض يعني فيها كل الإمكانيات طرق ممهدة طرق آمنة عملنا نوع من اللي هو التوازن ما بين المنطقة الاستثمارية وما بين أنك أنت بتستهدف التصدير بمعنى إيه؟ بمعنى إننا لو فيه مستثمر حابب إنه هو النهاردة يشتغل فيه صناعة هذه الصناعة ممكن تصديرها خارج مصر بدأت الدولة تدوله أراضي أو تدوله قطاعات بالقرب من الموانئ ليه بقى؟ عشان خفر التكلف عليه من أنه هو يعمل منطقة صناعية فيه مثلا محافظة نائية ويبدأ ينقل من هذه المحافظة يعني تكاليف النقل مش عايزين نجهد المستثمر فيها ثم بعد ذلك يضيف على الفاتورة الزبت بس البعض فيه دايما المستثمرين كده بيبقوا عايزين يتبعوا منهجية الإعفاءات الضريبية فهنا بقى ليه وعليه دي حقيقة هو الفكرة كلها أنه الإعفاء الضريبي أو أننا النهاردة أخذ محافظات ضربية تمهي الدولة النهاردة مدية فيه قانون 91 سنة 2005 والنهاردة قدت المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهة الصغر وخلينا أقول متناهة الصغر لأنه ما كانش عندنا دي متناهة صغر في القانون 152 لسنة 2020 وقانون المشروعات لما كان الشاب المصري أو رائد الأعمال بيروح يعني يروح لأي بنك ياخد قرد أو ياخد دعم مالي لمشروعه ما كانش النهاردة نقدر نقيم له مشروعه كان بيحصل نوع من التعاصر ويحصل على القرد لكن النهاردة الدولة أضافت فيه هذا القانون متناهة الصغر لأنه فيه مشروعات لسه بدأة مشروعات لسه صغيرة فمن السهل للبنك النهاردة أنه يديه للتقييم المالي المستحق وفقاً للمشروع الفكرة كلها مش في الإعفاءات الضريبية ولا في الحوافز الفكرة كلها أن أنت تهيئيلوا البنية التحتية المناسبة للإستثمار تهيئيلوا البيئة العملية اللي تتناسب مع هذا الوضع لأن فيه بعض الأعمال محتاجة أن احنا نطور فيه البيئة العملية في مصر بشكل أعمى يعني مثلاً على سبيل المثال النهاردة بنتحول بتكنولوجيا بشكل أسرع زكاء اصطناعي فيه صناعات النهاردة زيادة بنسبة 28% فيه صناعات الزكاء الاصطناعي تحول الرقم النهاردة فيه كل القطاعات الدولة النهاردة عاملة تحول بين القطاعات الحكومية ثم المرحلة التانية تحول بين القطاع الحكومي وبين الشركات الضخمة جداً تيميزة طبعاً معطاة ثم المرحلة الأخيرة اللي هي التحول بين الشركات والدولة والمواطن اللي هي بي تيو سي اللي هي دي آخر مرحلة وإحنا ما وصلناش لها لكن النهاردة فيه بوادر ليها فأنا أعتقد أنه فيه صناعات النهاردة مستحدثة فيه تحول شكل أعمق وبشكل أسرع فيه بعض القطاعات المهمة جداً أن أنا النهاردة أديله محافزات هو لها الحق فيه إعطاء محافزات بس بما يتوازن مع المحافزات المطروحة في كل الدول يعني أنا لو فيه إعفاءات ضربية بشكل تام في كل الدول فلازم أديله إعفاء ضربية بشكل تام لأن أنا النهاردة عايز أشجعها بشكل أسرع أو بشكل أعمق يبقى عندي جانب تحفيزي أو داعم ليه لكن الأهم بقى مش من الإعفاءات الأهم أن أنا النهاردة أديله إعفاء جمركي بنسبة 2% على الألات والأدوات المستخدمة دي نقطة تانية أهم ما تنويها طبعاً لكن في الشقة للدرائب يعني البعض بيتكلم على الإعفاءات الضربية وبعض الأخر بيتكلم على التوحيد الدريبة هنا الفرق عايزين برضو نستوضحهم هو مسألة توحيد الدريبة يعني أي دولة في العالم ما عملتش هذا النمر لكن يا الفكرة كلها إيه؟ أنا ما نعمل لك برنامج دعم الصادرات الحكومة عامله برنامج لدعم الصادرات وحضرتك كل ما بصدر أكتر كل ما الدولة بتديك دعم أكتر تمام دي حاجة الحاجة التانية إن أنا النهاردة بديك دي الأرض و بديك المكان بديك الحيز المكاني لمشروعك وبتسترد نصف كيمة الأرض أو نصف كيمة المكان فكل المحافزات أو بمعنى أدك الحوافز اللي مطروحة له كمستثمر أجنابه أو قبل المستثمر المحلي كلها بتديله لو هحسب التكلفة النهائية بالمقارنة به توحيد الدريبة لا دي أنا بديك تكلفة أكتر من توحيد الدريبة لكن إذا كان هذا الملف مطروح بشكل كبير ومصار بشكل أعمق أنا أعتقد أن الحكومة سوف تستجيب لهذا الأمر في هذا التوكيد بالزي هل متوقع أنه رجال الأعمال وبعض منهم هيبقى يعني ممكن متخوف أنه هو يكون يعني حفاظا على سمعة عمله أو كده متخوف أنه يقول المشاكل اللي عنده على الهواء ففي مكان في مؤتمر فيه مصلة عليه الكاميرات فهنا بقى بيكون الحل إيه؟ وهل هنا الميزة أنه فيه أطياف مختلفة بحيث أنه لو هو ما قالش فالآخر يقول المشكلة اللي مطروحة عنده؟ خلينا أقول أنه هذه الدعوة بالنسبة لي عقد المؤتمر جاءت من أعلى رأس في التولة ده بيعمل إيه؟ بيدي نوع من الطمأنينة والريحية في مجتمع الأعمال فالنهاردة يعني أي رجل أعمال شايف أنه عنده مجموعة من المعاوقات على فكرة المناقشة الموضوعية في المسائل الاقتصادية دائما بتصل إلى قرار لكننا النهاردة يعني أول مجموعة من الصعوبات لا تتعلق ببيئة الأعمال بتاعتي أو لا تتعلق بالصناعة الخاصة بي فما أفهمها هو الفائد أنا أعتقد أنها غير مطروحة بشكل كبير لكن كل رجل أعمال كل مجتمع رواد وده إحنا من خلال برنامج حاجة بندعوهم أنه هو يحضر ملف كامل لي مشكلاته مع الحكومة مشكلاته مع المجتمع الأعمال مشكلاته مع المجتمع المدني مشكلاته مع مجتمع السوق الخارجي لأنه ده مهم ويبدأ يترحه مع الحكومة النهاردة لأن الحكومة هي وسيلتها إيه؟ إنها بتزلل العقبات وتتخذ مجموعة من القرارات اللي ممكن النهاردة تسهل عملية التصدير نعايزين نصل في 20-30 إلى 100 مليار صدرات كيف يمكن الوصول في 20-30 إلى 100 مليار صدرات هو أن الدولة تسمع جيدا إلى الصانع المصري والصانع الصغير والمستثمر الأجنبي قبل المستثمر المحلي لأنه ده مهم جدا فرصة برضو أن حضرتك معنا فنستوضح منك بعض الأمور فكرة التعامل مع التضخم من بعض الدول لماذا تختلف؟ والتضخم هي كلمة عشان برضو نبسطها نوقع قدرة الفلوس اللي عندنا على الشراء قدرتنا الشرائية إما بتعلى إما بتقل حسب طبعا العرض والطلب واللي موجود في السوق فهنا بقى عايزين نتوقف عند يعني إحنا بسعن بنلاقي الفيدرالي الأمريكي بيعلى بقى نسبة الفايدة ونلاقي كل دول خليج تقوم معالية الفايدة إحنا عندنا أخذنا قرار إن إحنا مش هنعلي الفايدة هنا ما بين معارض وما بين أيضا متفق مع هذا القرار لكن المعظم متفق ومشيد بهذا القرار عايزين برضو نشير للنقطة دي وإزاي فادت الاقتصاد المصري؟ يعني في خلاصة شديدة المجتمع في مصر يختلف شكلا وموضوعا وماليا كمان عن مجتمع الأمريكا أو أي مجتمع خارج مصر كل دولة لها محدداتها ولها إراداتها ولها مصرفاتها ولها يعني عجز ممكن يكون عندها في دولة بتتفاوت في عجز الموازنة في دولة عندها ميزان التجاري بيختلف عن الدولة الأخرى السياسة النقدية ما هياش حكر على أي دولة في العالم أنت كل دولة بتدير السياسة النقدية وفقا لمحدداتك الداخل طيب بارح كان فيه إقالة الوزير المالية البريطاني ده حقيقة إحنا بنشوف أنه مجتمع الأمريكي شايف أن التدخم عنده عالي نتيجة أنه هم اتجهوا فيه فترة معينة لطبع العديد من الأموال فده حصل تدخم بشكل أسرع وأعمق المشكلة كلها أنه كل احتياطات الدول مربوطة بالدولار تمام؟ طيب أنا لو مشيت وراء الفيدرالي في رفع أسعار الفائد تماما عندي مجتمع أعمال يعني هو المشكلة أنه رفع أسعار الفائد لمعالجة التدخم ده الجرعة التي يعني يصعب على الدول أن يتتناولها في توقيت معين لكن أنت مضطرة له لأنه هو دو أمر فيه توقيت معين أيضا لكن الفكرة كلها إيه؟ أنا بدور على عجلة الإنتاج لأنه لو ما دورتش عجلة الإنتاج على الناحية الأخرى يبقى أنا النهاردة مش هقدر أواكب المستلزمات اللي عندي والعملات الإنتاج ومش هقدر أصدر فبالتالي تثبيت أسعار الفائدة في مصر هو بيصب لصالح عجلة الإنتاج في مصر طيب بالنسبة لي هتلاقوا صعب الأمور على نفسي طيب بالنسبة لي لي رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة أنا حاليا الدولة مش متجهة لأنها تبص بشكل أعمق على الهوتمان لأن احنا محتاجين عجلة الإنتاج دي اللي بتصب في صالح الاقتصاد المصري بتصب في صالح المواطن المصري بتقلل عجز الموازنة بتزود حجم الصدرات فأنا أعتقد أن تثبيت أسعار الفائدة أنا من أنصار موافقة على تثبيت أسعار الفائدة في مصر لأنه بشكل كبير بيدعم عجلة الإنتاج كويس أنا حاليا ذكرت فكرة الهوتماني لأنه إحنا فترة أول الأزمة أوكرانيا وروسيا وجهنا مشكلة في موضوع الهوتماني وده أثر بعض الشيء على اقتصادنا هنا بقى دور المؤتمر الاقتصادي في النقطة دي إن إحنا نتجند الموضوع ده إنه هو يحدث ثانية هو الفكرة كلها أنه أنتوا كنت في توقيت معين محتاجة يعني احتياطي نقضي كبير لكن شتان بين أنك أنت يكون عندك احتياطي نقضي ويكون عندك يعني حصيلة دولارية كبيرة جدا من يعني إنتاج وتصدير وبين يكون عندك حصيلة دولارية من أموال بتبحث على أسعار فائدة يعني دي سنديق خاصة بتبحث على أسعار فائدة كل ما أي دولة ترفع أسعار فائدة نقطة اللي قتلاها راحت ليها فالنهاردة هي مش آمنة في أي دولة وأي دولة النهاردة بتدعمها كطرف أوحر لدعم السياسة النقدية أنا أعتقد أنه منهج خطأ في هذا التوقيت لكن النهاردة الحكومة بدأت مرحلة جديدة ممكن تكون عامل عامل مساعد لكن مش عامل أساسي إن أنا نهاردة عزز احتياطاتي أو إن أنا أقول إنها استثمارات عندي في فجأة ممكن أي بنك فدرالي يرفع أسعار فائدة فبص لا مشت وده اللي حصل فعل فبالتالي تلاقي الفجوة الأخرى عندك بتزيد بتلاقي الفجوة التاملية بتزيد بشكل كبير فأنت محتاجة أنك أنت تتأسسي بقى لمية سنة قادمة أو لخمسين سنة الإمارات بقى نتكلم على فكرة السستينابيليتي أو الاستدامة إزاي أضمن إنه مستثمر يبقى موجود ويبقى بالنسبة لي مستدام لازم أولا يكون عندك مرونة في التشريعات كل شوية تحدثي التشريعات في دولة معينة عاملة إعفاءات لازم تعمليها في دولة معينة بتديله مجموعة من المحافزات لازم الحكومة تصدر قرب هذا الأمر فبالتالي أنت النهاردة لازم تبص على مجتمع الأعمال خارج مصر بيعمل إيه؟ وتبدأ تشتغلي على المرونة في التشريعات ثانياً إنه في بعض الدول النهاردة بدأت تعمل نوع من التوازن ما بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي لأي النهاردة عندنا في تساوي بشكل كبير جداً بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي في القانون تمام؟ يعني كل المميزات المطروحة للمستثمر الأجنبي هي ذاتها المطروحة للمستثمر الأجنبي وكان فيه نقطة بتقلق المستثمرين الأجنب أو هي موضوع خروج الأموال لا هذه النقطة تحطت فيه التشريعات أهم نقطة بقى هي لجنة فضل منازعات كنا زمان بنشوف أنه المنازعات المستثمر يقولك أنا مش عايز أروح أن أنا أتنازع أمام الحكومة المصرية في الجهات القضائية النهاردة فيه لجنة وزارية على أعلى مستوى بيرقصها رئيس مجلس الوزراء بتحل مشاكل المستثمرين وبيصدر قرار فيها خلال الأسبوع فده أهم الضمانات المهمة جدا في هذا التوطيع طبعا وإحنا بنقول دايما أنه من أدبيات الاستثمار ومن أدبيات الاقتصاد الأمن والأمان والاستقرار وكان تابعهم بقى موضوع البنية التحتية وتهيئة مناخ الاستثمار بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد الكلاني أستاذ الاستثمار والاقتصاد بجامعة عين شمس نوارتنا وبشكرك شكرا جزيلا